أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمام مملكة البحرين بصناعة المعارض والمؤتمرات لما لها من دور محوري في عمليات الاقتصاد والتنمية والترويج لفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز شراكتها الاستراتيجية التي تتواصل مع الأهداف التنموية للبحرين وأشار سموه حفظه الله لدى لقائه بمدينة فيينا الدكتور يوهان كوكلر عضو المجلس الإداري لشركة دويتشي ميسي اي جي الشركة المنظمة لمعرض هنوفر ميسي الدولي أشار حفظه الله إلى حرص البحرين على المشاركة في المعارض ذات السمعة المتميزة على المستوى الدولي وما توفره من فرص الترويج الاستثماري واستقطاب مختلف المؤسسات والشركات العالمية العاملة بمختلف القطاعات معربا عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة المعارض الإقليمية والدولية وتعزيز فرص نجاحها لما تمتلكه البحرين من سمعة طيبة على هذه الأصعدة وخبرات وطنية بما يتماشى مع جهودها في دعم وتطوير صناعة المعارض وزيادة استهساماتها في الاقتصاد الوطني ونوه سموه في هذا الصدد بمعرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي الذي تصدفه ألمانيا الاتحادية الصديقة سنويا باعتباره واحدا من أهم المعارض التي تسهم في الترويج الصناعي على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر